الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها لإنسان إلى الله جل وعلا ما يتعلق بالعلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه ليست مقتصرة على تعلم حروفه وتلاوته بل تشمل أيضا تعلم أحكامه والقدرة على استنباط الأحكام منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنيحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولأهمية تدارس العلم ومكانة ذلك وما يترتب عليه من الأجور العظيمة عقد أهل العلم في كتبهم الحديثية أبوابًا وكتبًا تتعلق بالعلم ومن ذلك ما فعله الإمام البخاري حيث عقد بابًا في ذلك ولفظة العلم إذا أطلقت في لسان الشرع أو عند علماء الشريعة فإن المراد بها العلم بالله جل وعلا وبأحكامه الشرعية لأن كل لفظة تفهم على وفق الاصطلاح الذي يسير عليه أهل ذلك اللفظة كلمة العلم في الكتاب والسنة يراد بها العلم بشرع الله تعالى لعلنا نقرأ شيئًا من الأحاديث في كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين الذي أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى أغير أهله فانتظر الساعة قوله هنا بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أي كان قد جلس وعنده جماعة من أصحابه قوله يحدث القوم أي يتدارس معهم شيئا من العلم ويخبرهم بشيء من أحكام الله تعالى فجاءه أعربي يعني رجل من أهل البادية فقال متى الساعة يعني متى قيام الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل حديثه الذي يحدث به أصحابه ولم يجب ذلك الأعرابي فقال بعض القوم سمع ما قال هذا الرجل الأعرابي حينما سأل فقال متى الساعة فكره مسألته ولذلك لم يلتفت إليه وقال بعضهم بل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هذا الرجل فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال لين السائل عن الساعة أراد أن يجيبه عن سؤاله فقال ها أنا يا رسول الله أي أنا السائل قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فسأل الرجل كيف إضاعت الأمانة يا رسول الله فقال إذا وسد يعني أسند الأمر إلى غير أهله وكلف بالعمل من ليس مؤهلا فيه فانتظر الساعة في هذا الحديث من الفوائد أنه إذا كان الشخص يحدث بحديث فلا يحسن أن يقاطع في حديثه ولو كان بسؤال متعلق بمسألة شرعية حتى يكمل حديثه وفيه أن من سئل عن علم وهو مشتغل بحديث فإنه يتم الحديث الذي يتحدث به ثم بعد ذلك يجيب السائل وفي هذا الحديث أيضا أن الشخص قد يفهم منه غير مراده فإن الصحابة انقسموا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد على الأعرابي فقال بعضهم لم يسمع وقال بعضهم كره ما قاله ولذلك لم يلتفت إليه والصواب أنه أراد أن يكمل حديثه الذي ابتدأ به وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه وعلم ما يقاربه أو ما يشير إليه فإنه يذكر ذلك وفي الحديث أن الأمانة في آخر الساعة ترفع وفي الحديث أن الأمور قد تسند إلى غير أهلها القادرين على رعايتها وأن ذلك من علامات الساعة أحسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا قوله تخلف عنا النبي في سفرة يعني أنه تأخر عن أولئك المسافرين فلم يكن في ركبهم في وقت من الأوقات وقوله في سفرة سافرناها يعني في تنقل من المدينة إلى خارجها في مرة من المرات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه سافر إلا لنسك أو غزو قوله فأدركنا يعني أنه لحقهم ووصل إلى المكان الذي سبقوه إليه وقد أرهقتنا الصلاة أي حضر وقت الصلاة وأدركتنا الصلاة صلاة العصر قال وجاء إليهم وهم يتوضأون فكان من شأنهم أن مسحوا على أرجلهم يظنون أن ذلك يكفي في الوضوء فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب والأعقاب مؤخر الأقدام ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وفي هذا الحديث رفع الصوت بالعلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نادى بأعلى صوته في هذا الحديث مشروعية تكرار الحديث مرتين وثلاثا من أجل أن يكون ذلك أبلغ في إصال الحديث ومن أجل أن يوعى ولذا قال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وفي هذا الحديث استحباب أن يكون الإنسان حال الأسفار مع جماعة يراعي بعضهم بعضهم الآخر وفي الحديث أيضا صحبة أهل الخير والصلاح في الأسفار ونحوها وفي الحديث الاهتمام بأداء الصلوات وظاهر قوله صلاة العصر أنهم لم يجمعوا مع أنهم كانوا في سفر مع احتمال جمعهم وفي الحديث أن المسافرين متى وجدوا الماء فإنهم يتوضعون ولا يصح له من يكتفوا بالتيمم وفي الحديث أن من شاهد أشخاص يخالفون الواجب في الأمور الشرعية فإنه يبلغهم بحكم الله عز وجل خصوصا إذا كان ممن يكتدى به في الخير والهدى وفي الحديث أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسح الأقدام فلابد من غسلها من غسل القدمين وفيه أن الغسل يصل إلى مؤخر القدم وأنه لا يكتفى بمقدمها وفي ذلك دلالة على أن ترك الأعقاب في الوضوء كبيرة من الكبائر لأنه قد توعد أصحابها بالنار وهذا من العلامات التي تجعل الفعل من كبائر الذنوب حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فأكله وقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات ولا ولا وتؤتي أكلها كل حين وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فقال القوم هي الشجرة كذا هي الشجرة كذا ووقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أصغر القوم وأنا غلام شاب ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فاستحييت فسكت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة قال عبد الله فلما قمنا وفرجت مع أبي حدثت أبي بما وقع في نفسي فقلت يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا قوله في هذا الحديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أننا حضرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بالجمار وهو جزء من أجزاء النخلة يكون في قلبها وقوله فأكله وذلك أن الجمار لذيذ الطعم وكانوا يستطيبون أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على جهة السؤال لهم من أجل أن يعرف بفضيلة النخلة قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وذلك أن النخل يستفاد منها فتمرها غذا وتريدها بناء وعسبها وليفها حبال وتستخدم في أشياء كثيرة وتنفع الناس نفعا عظيما فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها من البركة قال شجرة خضراء يعني أنه لا يتحات ورقها ولا يسقط بل تبقى على لون الخضرة ولذلك فإن ورقها لا يسقط ولا يتحات أي ينزل شيئاً فشيئاً ثم نفى عنها بعض الصفات غير المرغوب فيها قال وتؤتي أكلها يعني أن ثمرتها تأتي للناس في كل حين أي ما بين وقت ووقت آخر وإنها مثل المسلم أي صفتها كصفة المسلم نفعها عميم فقال فحدثوني ما هي أي أخبروني ما هذه الشجرة التي هذه صفتها فقال القوم هي شجرة كذا أي أنهم بدأوا يجيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أنواع الشجر ولكنهم لم يصيبوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من النخلة قال ووقع الناس في شجر البوادي فكل منهم يجيب بشيء من أنواع هذه الأشجار فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي يعني ظننت أن الجواب هو النخلة وكان يريد أن يجاوب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله فيقول هي النخلة فالتفت فإذا صحابة من كبار الصحابة وإذا الموجود عشرة ممن لهم مكانة ومنزلة وكان ابن عمر أصغر القوم وأحدثهم في السن وكان غلاما شابا فالتفت فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان أي لا يجيبان فيمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فاستحييت يعني لم أرى نفسي مؤهل لأن تتكلم مع وجود هؤلاء الثل من الصحابة ولذا سكت ابن عمر ولم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يصيب ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشجرة قالوا يا رسول الله حدثنا ما هي أي أخبرنا ما هذه الشجرة التي هذه صفتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله بن عمر فلما قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقفلنا راجعين خرجت مع أبي فحينئذ قلت لأبي قد وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أقولها فقلت يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أن جواب ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النخلة فقال عمر لابنه عبد الله ما منعك ما السبب الذي جعلك لا تجيب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر يا أبي رأيتكم قد سكتتم فلم أرد أن أتكلم بين أيديكم فكرهت أن أقول شيئا فقال عمر لابنه عبد الله لو قلتها لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّا وَلَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنَا يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا في هذا الحديث من الفوائد استعمال لفظة التحديث والإخبار فإنه قال حدثوني ماهي وقالوا حدثنا ماهي يا رسول الله وهذا هو الذي أورد المؤلف الحديث من أجله ورد في بعض الروايات أنه قال أخبروني وهناك طرائق لرواية الحديث فأولها أن يتحدث الشيخ تلميذه يسمع فهذه أعلى الرتب يقال لها قراءة الشيخ ويقول الإنسان فيها أخبرنا وحدثنا وسمعت والثانية العرض بحيث يقرأ التلميذ والشيخ يستمع وجكره على روايته فهذه يقال لها طريقة العرض وتخول الإنسان أن يقول أخبرنا وأخبرني ولا يقول حدثنا وأما الطريقة الثالثة فتكون بالمناولة بأن يعطيه كتاب ويأذن له في روايته والرابعة بطريقة الإجازة بأن يأذن له بالرواية عنه في هذه الحال في الحال الأول يقول أنبانا وفي الحال الأخر يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة عنه وفي هذا الحديث من الفوائد طرح مسائل العلم على جهة السؤال ليحرك ذلك الأذهان ويشترك في هذا الفقه العالم والإمام فلا حرج عليهم في طرحي المسألة التي يعلمون جوابها من أجل أن يجتهدوا فيها في هذا الحديث فضيلة شجرة النخلة ومكانتها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها وفي هذا الحديث بيانوا أن البركة بزيادة النماء والخير تكون في بعض المخلوقات ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة بأنها مبروكة ومثل بركتها ببركة المسلم وفي هذا الحديث استحباب زراعة الأشجار ومنها شجرة النخلة وفي هذا الحديث جواز أكل التمر لأنه قد بيّن أن هذا من نعمة الله جل وعلا وفي هذا الحديث أيضا جواز بيع الجمار وأكله فإنه لما أجاز أكله أمامهم دل ذلك على أنه يملك وما كان يملك فالأصل جواز بيعه وفي هذا الحديث بركة النخل وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث أن العلم لا يؤتاه كل أحد ففهم المسائل وإدراكها لا يناله كل أحد وهذه نعمة من الله جل وعلا لبعض عباده وفي هذا الحديث أيضا أن من وقع له شيء من العلم يحسن به أن يخبر عنه وفي هذا الحديث عدم استحباب الحياة في العلم سواء في تلقيه أو في نشره ولذا عاب عمر على ابنه أنه استحيى وسكت ولم يجب هذا السؤال وفي الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من إقراري أو من إكرام كبار السن والاحترام لهم وتقديمهم في الكلام وعدم التقدم بين أيديهم وفي هذا الحديث اشتراك الأبي مع ابنه في حضور جلسات العلم وفي هذا الحديث مخاطبة الرجل لأبيه بالخطاب الذي يقع في نفسه وفي هذا الحديث سؤال الأبي أبناءه عن الأسباب التي جرتهم لبعض التصرفات وفي هذا الحديث جواز التمني ولذا تمنى عمر أن يكون ابن عمر قد أجاب وقدم ذلك على نيل شيء من أمور الدنيا حسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال أسأل عن ما بدالك قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر قوله في هذا الحديث بينما أي في الوقت الذي كنا نحن جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه كان من شأنه أن يرتب جلسات العلم والتعلم في المسجد قال فدخل رجل على جمل أنه دخل بناقته داخل المسجد وكان ذلك في غير وقت صلاة فأناخه أي جعله جعله يجلس على الأرض ثم عقله أي أنه ربطه بالحبل الذي يمنعه من الذهاب والهرب ثم قال هذا الرجل لمن في المسجد أيكم محمد أي من هو محمد الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا أي معتمدا على متكئ بين ظهرانيهم أي يجلس في وسطهم وقال فقال الناس الذي تسأل عنه هو هذا الرجل الأبيض المتكئ فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد المطلب وذلك لأن عبد المطلب أشهر في الناس وأبوه عبد الله مات صغيرا فلم يعرف وعبد المطلب كان سيدا مطاعا في قومه وكان أهل مكة يفيدون إليه ولا يصدرون إلا عن رأيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قد أجبتك أي أنني سمعت نداءك وهانذا أجيب عما بدى لك من الأسئلة فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك أي سأقدم بين يديك أسئلة أستفسر فيها عن أمور تتعلق بهذه البعثة فسأشدد عليك في المسألة لأنني سأكثر الأسئلة فلا تجد علي في نفسك كي لا تغضب ولا تكره ما أتيك به من المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدى لك أي جميع الأسئلة التي تريد مني جوابا فيها فبإمكانك أن تلقيها بين أيدينا فقال هذا الرجل أسألك أي أطلب منك أن تجيب وهذا الطلب طلب بالله جل وعلا فأسألك بربك الذي رباك وقام بنعم الله عليك وربا من قبلك من الخلق آه الله أرسلك أي هل بعثك الله نبيا للناس ترشدهم وتدلهم على الله وكانت بعثتك للناس جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أي الذي أرسلني هو الله وأرسلني إلى جميع الناس فقال أنشدك أي أرفع صوتي بسؤالك عما يأتي قال أه الله أي هل أمرك بما يأتي رب العزة والجلال فأمرك بالصلوات الخمس في اليوم والليلة فقال اللهم نعم أي الذي أمرني بذلك هو الله تعالى فقوله الله أمرك أي طلب منك طلبا جازما أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة فقال اللهم نعم فقال الرجل أنشدك بالله أي أرفع صوتي سائلا سائلا لك وجاعلا سؤالي هذا بالله تعالى أأ الله أي هل أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة والصيام لإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس والمراد بالشهر شهر رمضان وهو الشهر التاسع من السنة القمرية فقال أن أي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أي الذي أمرني بصوم هذا الشهر في شهر رمضان هو الله تعالى فقال أنشدك بالله أي أسألك سؤالا أرفع به صوتي وأطلب منك أن تجيب بالله أي بي ما له من فضل عليك أأ الله أي هل الذي أمرك أن نأخذ هذه الصدقة يعني زكاة المال من أغنيائنا أي من تجيب عليهم الزكاة فنقسمها على فقرائنا هم الذين لا يستطيعون القيام بجميع نفقتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أي الذي أمرني بذلك هو الله فقال الرجل آمنت أي صدقت وأيقنت واتبعتك فيما جئت به أي فيما بعثك الله تعالى عليه وأنا رسول أي مبعوث من ورائي من قومي وهم بني سعد بن بكر قال وأنا ضمام بن ثعلبه فهذا من الصحابة وهو أخو وأحد أفراد قبيلة بني سعد ابني بكر ففي هذا الحديث جواز الجلوس للمسجد وإذا كان ذلك على جهة القربة كان عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى وفي هذا الحديث أن المسجد إذا كان مؤهلا لدخول الإبل فيه وكان مهيلا لذلك فلا حرج من دخول الجمل فيه وفي هذا الحديث أن من كان راكبا البعير فأراد أن ينزل عنه لحاجة فليتفطن في شأنه بحيث لا يجعل بعيره أو ما له يضيع عنه وفي هذا مشروعية حفظ الأموال والسعي في وضع الإجراءات التي تحفظ ذلك المال وفي هذا الحديث سؤال الرجل لأهل المجلس عن من يطلبه منهم ولذا قال الرجل أيكم محمد وفي هذا الحديث جواز الاتكاء وأنه لا حرج فيه ولو كان بمحضر من الناس وفي هذا الحديث انتساب الإنسان إلى جده وأنه لا حرج في ذلك ما لم يكن يترتب على ذلك أمر شرعي كالمواريث وغيرها وفي هذا الحديث جواب من سأل سؤالا في مسائل العلم وفي هذا الحديث جواز إكثار السؤال عن المسائل التي تريد الإنسان حال وقوفه أو قدومه على أهل العلم وفي هذا الحديث أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للناس قاطبة وليست لأمة دون أخرى وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد وجوب الصلوات الخمس وهي فرض عين بإجماع أهل الإسلام قد استدل الجمهور بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الويتر خلافا للشافعي قالوا لأنه لما سأله عن الصلاة التي أمر بها فقال الخمس الصلوات ولو كان غيرها من الصلوات واجبا لذكر هنا في هذا الحديث وجوب صوم شهر رمضان وفي هذا الحديث وجوب إكماله وتتميمه وقوله قال اللهم نعم أي يا الله أو نعم قد قد أوجب الله تعالى هذه الأمور وفي هذا الحديث وجوب الزكاة وجوب إخراجها لمحتاجيها وفي هذا الحديث بعثوا الجماعة رجلا لاستطلاع ما يتعلق بهم من الأخبار حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمية رضي الله عنه فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قوله في هذا الحديث بعث بكتاب أي أرسل كتابا كتبه يدعوه فيه إلى التوحيد وإجابة الله تعالى فبعث بكتابه أي الكتاب الذي سجله الرسالة التي كتبت إلى قيصر عظيم الروم فبعث بكتابه إلى قيصر وبعث بكتابه إلى كسرى فكلاهما قد بعث إليه كتاب بعث دحيه الكلبي إلى قيصر وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وسهم قبيلة من قبائل قريش قبيلة من قريش ومنها عمر بن العاص وابنه عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى وهو عظيم الفرس مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلَّف عبد الله بن حذافة أن يدفع وأن يقوم ببعث هذا الكتاب إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين يدفعه إلى كسرى يكون ذلك أكثر من جهة أكثر اهتماما به فلما قرأ كسرى الكتاب مزقه لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بذكر نفسه قبل ذكره فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس فحينئذ انشامت نفسه كيف يتقدم بذكر نفسه قبل أن يذكرني فهنا استدل المؤلف بهذا الحديث على مشروعية المناولة فإن عبد الله بن حذافة ناوله إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين دفعه إلى كسرى وفي هذا الحديث أيضا مشروعية كتابة العلم وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأن الكتابة لا تقتصر على القرآن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ينهى عن كتابة الحديث لألا يختلط بالقرآن ثم لما استقرت الأمور وكثر الحفاظ أمرهم بالكتاب أهل العلم فقال مثلا اكتبوا لأبي شاه وهذا الحديث أيضا مما يسند هذا الأمر وفي هذا الحديث كتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان وفيه أيضا مشروعية تأليف المؤلفات التي تقرأ فيستفادوا منها وفي هذا الحديث مشروعية دعوة غير المسلمين للدخول في دين الإسلام من النصارى أو الفرس وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسراء وفيه فضيلة عبد الله بن حذافة السهمي حيث كان مامونا موثوقا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الولاد ومن يكون متوليا لشأن العلم وفي هذا الحديث أن المرأة يدعو من لهم مكانة ومنزلة حيث يقتدى بهم وفي هذا الحديث مراعاة التراتيب الإدارية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الدحية أن يبعث بالكتاب إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين يقوم بدفعه إلى كسراء في هذا الحديث التحذير من صد الناس عن العلم أو تمزيق كتبه لأن لا يصيب الإنسان العواقب السيئة في الدنيا والآخرة كما كان ذلك مع كسراء قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل كسراء قال مزَّق الله ملكه كما مزَّق كتابي وما هي إلا سنوات قلائل حتى ذهبت دولة ملكه أصبحت البلاد تنعم بالخير الذي جاء بعد فالمقصود أن كسراء مزَّق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجازاه الله بأن مزَّق الله جل وعلا ملكه لتمزيقه كتابا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وفَّقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الصلاة المحافظين على أركان دينهم كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا من التقوى والإيمان وأن يصلح شأننا كله بفضله وإحسانه كما نسأله جل وعلا أن يوفِّق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاة والسعادة بفضله وإحسانه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر